بسم الله الرحمن الرحيم يسرع مادة الجودة والتطوير بجامعة حائل أن تقدم المثال الثاني والذي يوضح الأخطاء الشائعة عند كتابة التقرير المقرر وبهذا نأخذ مثال آخر لتقرير المقرر في البداية نبدأ مع جدوى تنفيذ المقرر نلاحظ هنا محاضرات مخطط لها تم وضع ساعتين والفعلية ساعتين من المفترض أن يضع إجمالي الساعات بدل من كتابة رقم الثنين يعني لو فرضنا أن الكريديت أورز أو الساعات الموزونة حسب توصيف المقرر هي ساعتين تكون اثنين في خمسة عشر التي تساوي خمسة عشر أسبوع في كل فصل دراسي فيكون الإجمالي ثلاثين فنضع هنا ثلاثين بدل من الرقم اثنين والمجموع يكون هنا ثلاثين نقطة مهمة كذلك عند كتابة القام في الفورم المرسل من خلال الانلاين فورم يجب كتابة الرقم بهذه الصيغة وليست بأي صيغة أخرى ننظر إلى توصيف المقرر نلاحظ هنا أن في توصيف المقرر كتب مدرس المادة أن عدد ساعات التدريسية ثلاثين ساعة كما هو مفترض ولكن الخطأ هو أنه قام بتحديد التعليم عن بعد ويجب أن يكون المقياس الفعلي هو أصل المادة عند تدريسها أو الأصل المعتدد عليها وإنما التعليم عن بعد هو تم الأخذ به كحالة استثنائية وردا على جائحة كورونا كحل مؤقت لتدريس مقرر أو طريقة تدريس مقرر فالمفترض أن يتم تعليم توصيف المقرر وكتابة الساعات في مكان محاضرات التقليدية وبعد ذلك تكتب هنا كما هي موجودة في محاضرات ونكتب ثلاثين بدلا من اثنين لدينا بعد ذلك الموضوعات التي لم يتم تغطيتها هنا أستاذ مقرر كتب لا يوجد أي موضوعات لم يتم تغطيتها وهذا حسب التطبيق الفعلي بعد ذلك ننتقل إلى الجدول الذي يليه هو استراتيجية التدريس هنا يجب أن يكون هذا العمود كما هو موجود أو ذكر في توصيف المقرر لنعود إلى توصيف المقرر وننظر إلى استراتيجيات التدريس عندنا المحاضرة والعروب وطرح الأسئلة ومناقشة نلاحظ هنا المناقشة موجود لكن العصف الذهني غير موجودة وكذلك العمل الجماعي والتعليم المدمج ولكن يجب على أضوائية التدريس أو أستاذ المقرر أن يقوم بالتقييم الفعلي لإستراتيجيات التدريس والتي ذكرت هنا تماما كما هي موجودة في توصيف المقرر المعتمد من مجلس القسم ثم لدينا هنا أنشطة وطرق التقييم هذا العمود يجب أن يخذل كذلك من توصيف المقرر المعتمد لدينا هنا طرق التقييم الاختبارات التحريرية والاختبارات الشفوية والواجبات في أنشطة وطرق التقييم هنا لدينا اختبار الشهري الاختبار القصير ننظر غير موجود الواجبات موجودة والاختبار النهائي لم يحدد بعد في التوصيف لذا يجب أن تكون طرق التقييم هي مطابقة تماما لما ذكر في التوصيف ثم بعد ذلك عندنا التحقق من مصداقية نتائج الطلاب طرقة طريقة التحقق الأولى مذكورة هنا تأكد من صحة درجة الاختبار يجب أن يذكر الطريقة نفسها بشكل مباشر على سمثال مراجعة الاختبار من قبل لجنة الاختبارات أو مراجعة درجات الطلاب ويذكر الانسنتاجات التي اقترحها إما اخرحتها لجنة المراجعة بالقسم أو كذلك زميل من عضو هاي التدريس وهذا ينطبق على بقية هذه العناصر التوصيات في هذا الجدول يجب أن تأخذ من التوصيات الناتجة من التحقق من مصداقية نتائج الطلاب وكذلك من أنشطة وطرق التقييم واستراتيجيات التدريس والموضوعات التي لم يتم تغطيتها وأخيرا ساعات المقرر أو تنفيذ المقرر إذن توصيات في الأخير هنا يجب أن تنعكس بناء على بينات التقرير المذكورة في هذه القائمة ثم ننتقل إلى نتائج الطلاب يوجد أول خطأ لدينا هنا أن أعداد الطلاب الموزعة على الدرجات هنا لا يتناسب مع عدد الناجحين تسبب المثال لدينا هنا الذين حصلوا على جيد 51 بإضافة إلى 30 المفترض مجموع الطلاب من دل أو دي إلى ألف يكون هو عدد الناجحين والراسب هو الـ أو الها ومنسحب يكون خارج الحسبة هنا والمحروم المستمر خارج الحسبة وذلك نقطة مهمة هنا وهي النسب لم يتم ذكر النسب يجب أن يذكر النسبة هنا 51 تؤخذ من إجمال العداد الموجودة هنا والنسبة في توزيع الحالات تؤخذ من عدد إجمال الحالات الموجودة في هذه القائمة ثم لدينا التعليق على نتائج الطلاب يجب أن تكون التعليقات مرتبطة في توزيع التقديرات ونتائج الطلاب الالتزام بحضور المحاضرات الالتزام بعمل الواجبات إعداد ملفات الإنجاز من قبل الطلاب يجب أن يكون إن كانت هذه النقاط لها ارتباط مباشر على تأثير الدرجة أن تربط ويتم توسع في ذكرها على سبيل المثال الالتزام بعمل الواجبات المنزلية والتي قد أدت إلى انخفاض بعض درجات الطلاب مثلا في درجة أعمال السنة الالتزام بحضور المحاضرات ممكن ما يكون له ارتباط مباشر فنكتفي بغيره من المبررات التي تكون لها ارتباط مباشر نذكر بعدها التوصيات بناء على النتائج التي ظهرت لنا من توزيع التقديرات ثم ننتقل إلى مخرجات التعلم للمقرر كما ذكرنا سابقا أن هذا العمود يؤخذ تماما من توصيف المقرر كما هو وبقية الأعمدة هي من التطبيق الفعلي للمقرر لنقوم بالتشييك على مخرجات التعلم للمقرر موجودة في توصيف المقرر نلاحظ هنا الخطأ في التوصيف كذلك موجود وهو أن عدد المخرجات للمقرر هي أكثر من ثمانية ويجب أن تكون مخرجات المقرر في التوصيف ما بين الستة إلى الثمانية لمرحلة البكالوريس ومخرجات التعلم للبرنامج ما بين ثمانية إلى الثنى عشر إذن المخرجات في هذا توصيف يجب أن لا تتجاوز الثمانية نلاحظنا المعرفة ست مخرجات المهارات لدينا أربعة القيم لدينا أربعة هذا فيما يتعلق في أعداد وصياغة مخرجات التعلم التي يجب أن تكون مطابقة لما هي موجودة في التوصيف طرق التقييم كذلك نأخذها من التوصيف في طرق التقييم اختبارات التحريرية الشفوية والواجبات عندنا هي موجودة كما هي المستوى المستهدف الذي هو مرتبط في النموذج القبلي وعندنا المستوى الفعلي الذي تم قياسه فعليا وهنا يجب أن تكون هذه النتائج هي مأخوذة من قياس الملف الإكسل الذي يقيس فيه مخرجات التعلم الخاصة في المقرر بعد ذلك لدينا التعليق على نسبة الطلاب الفعلية لتحقيق المخرج هنا كذلك من الأخطاء الشائعة هي أن يكون التعليق واحد لكل المخرجات يجب أن يكون لكل مخرج تعليق خاص به إن كانت بعض المخرجات نسبها المستوى الفعلي لها متقارب بشكل كبير أو هي نفسها تماما من ممكن أن يكون التعليق كذلك لا يختلف كثيرا خاصة إذا كانت هي في نفس الدومين أو في نفس مستوى المعرفة والفهم بعد ذلك لدينا المهارات نلاحظ هنا أن أستاذ مقرر فقط قام بنسخ جميع التعليقات الخاصة في أول صف وقام بنسخها في هذا العمود حقق الطلاب نسبة مقبولة في هدف المعرفة أولا هذا هو ليس المعرفة هي جزئية المهارات التي نتحدث عنها والأمر الآخر لكل مجال من المجالات مخرجات التعلم يوجد مخرج معين يجب تحقيقه ثم لدينا التوصيات والتي نحصل عليها من نتائج مخرجات التعلم في الجدول السابق ويفضل أن يكون لكل مجال مخرجاته الخاصة به بناء على نسبة كل مخرج معين على سبيل المثال من الممكن أننا نحتاج مراجعة طرق التقييم في مخرج معين أو كذلك استراتيجيات التدريس المرتبطة في بعض المخرجات حسب النتائج التي لدينا أو من الممكن كذلك إذا كان بعض الطلاب حققا مستهدف في مخرج معين أن نضع توصيات تحافظ على تحقيق هذا المستهدف ثم ننتقل إلى الصعوبات والتحديات هنا منسق المقرر أو استاذ المقرر كتب أن لا يوجد تحديات خاصة في الجوانب الإدارية إذن ننتقل إلى الخانة التي بعدها مصادر التعلم عدم تنوع مصادر التعلم للمقرر هذه من الصعوبات المرتبطة بمصادر التعلم حسب ما كتبه استاذ المقرر ثم بعد ذلك تأثير على البرنامج عدم التنوع في مصادر التعلم له أثر سلبي يجب أن يكون الأثر هنا محدد بشكل أكبر على سبيل المثال عدم تنوع المصادر في التعلم أثر على مستوى المعرفة لدى الطلاب والإجراءات التي تم اتخاذها طلب توفير مراجع أخرى هنا يتحدث عن الإجراءات التي تم القيام بها أو تم الأخذ بها أثناء العملية التدريسية على سبيل المثال توفير بعض المصادر المتوفرة من الإنترنت ثم لدينا المرافق والتجهيزات هنا كتب استاذ المقرر عدم توفر قاعات بسعة المناسبة وأثر هذه الصعوبة علق بها استاذ المقرر على أن صعوبة متابعة جميع الطلاب من قبل استاذ المقرر وقد عبر عن هذه الصعوبة بشكل جيد استاذ المقرر في هذه الخانة ثم الإجراءات المقترحة وتقليل عدد الطلاب لشعبها الواحدة وهذا كذلك عبر عنه استاذ المقرر بشكل جيد بعدها ننتقل إلى خطة تطوير المقرر وهي تحتوي على أولا إجراءات تطوير المقرر الخاصة بتوصيات التقرير السابق هنا في هذا العمود يجب أن تكون الإجراءات المقترحة في هذا العمود هي تماما التي ذكرت في التقرير السابق بحيث أننا نذكر مدى السفاء الخطط المقترحة للتقرير السابق نعود إلى التقرير السابق لهذا المقرر ونلاحظ من أخطاء في تقرير المقرر أو ملف المقرر أن التقرير السابق كتب اللغة الإنجليزية والتقرير الحالي كتب اللغة العربية ويجب أن يكتب التقرير حسب لغة البرنامج التي يدرس فيها نذكر هنا follow up on recommended reference materials for the course يقصد فيه المتابعة توفير المراجع والمرتبطة بالمقرر continued updating of the course files من تحديث أو متابعة تحديث ملفات المقرر نلاحظ هنا عدم توافق الإجراءات المخترحة في التقرير الحالي التي نريد قياس مدى السفاءها في التقرير السابق إذن الخطة التي وضعت هنا هي لا تتطابق مع ما ذكر في التقرير السابق لنفرض أنها متطابقة نذكر هنا الإجراءات التي تم اتخاذها فتح أكثر من شعب المقرر هذا ممكن يكون حل تم اتخاذه نظرا لعدم توفر قاعات مثلا للعدد مطلوب للطلاب أو قاعات ذات سعة كبيرة فتم تقليل عدد الطلاب وتكثير الشعب النتائج العمل على زيادة درجة استيعاب الطلاب المقرر هذا ممكن يكون له أثر والأثر يكون واضح من الممكن على نتائج تقديرات توديع التقديرات للطلاب وكذلك نتائج مخرجات التعلم للمقرر ثم بعد ذلك نكتب هنا التعليقات نتيجة الطلاب في الاختبار عالية هذا كأثر على النتيجة التي ذكرناها سابقا وكذا لدينا هنا تنوع مصادر التعلم المقرر لو فرضنا أنها مذكورة في التقرير السابق كإجراء مخترح الإجراءات التي تم اتخاذها تم سعي مصادر تعلم متنوعة للطلاب أو تم تقديم مصادر تعلم متنوعة للطلاب النتائج توفير مصادر تعلم أخرى للمقرر وممكن نربطها كذلك بمدى استيعاب الطلاب المقرر وزيادة فاعلية دور الطالب وإلى آخره لدينا تعليقات رفع مستوى الاستيعاب عند الطالب الإجراءات التطويرية الأخرى في هذه الخانة يقصد بها هي الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها أثناء التدريس ولم تدرج في الخطة التطويرية للمقرر في التقرير السابق كما هو موضح في هذه الملاحظة نلاحظ هنا عمل بعض شرائح بورو بوينت والملخصات لبعض الفصول ساهم هذا الإجراء بتسهيل عملية فهم الطلاب المقرر والأثر هو زيادة درجة تركيز الطلاب المقرر ثم بعد ذلك ننتقل للخطة التطويرية للمقرر للفصل الدراسي القادم أو العام القادم هنا نضع التوصيات بناء على نتائج مخرجات التعلم للمقرر وكذلك بناء على تقييم الطلاب للمقرر والتقويمات الأخرى للمقرر التي قد تساهم لتحسين جودة المقرر عند تقديمه للطلاب وبين ذلك نحتاج إلى ممكن تحديث توصيف المقرر واعتماده بعد ذلك هنا لدينا التوصيات التوصيل الأولى تنوع مصادر التعلم للمقرر ومن المهم أيضا أن لا تكون التوصيات المقترحة في الخطة التطويرية هي تماما التي ذكرت في التوصيات في التقرير السابق إلا إذا كان هناك بعض التوصيات لم يتم استفاؤها بشكل كامل في هذه الحالة نقوم بتبرير وضعها مرة أخرى ونذكر أنه تم استفاء مثلا 60% من هذه التوصية وجاري العمل عليها خاصة أحيانا تكون هذه التوصيات التي تحتاج إلى أكثر من فصل الدراسي أو سنة أكاديمية ممكن تكون توصيات مرتبطة في تقرير المقرر الدراسي هنا لدينا التوصيل الأولى تنوع مصادر التعلم للمقرر الإجراء المقترح هو تحديث مصادر التعلم مسؤولية تنفيذ إدارة البرنامج من الممكن كذلك يتم التحديد بشكل أكبر ممكن منسق المقرر وممكن نحتاج على سمثال منسق البرنامج بداية العمل بهذا الإجراء المخترح أو التوصية المخترحة والنهاية والدعم المطلوب مثلا مساعدة رئيس القسم أو كذلك اعتماد التوصيفات المحدثة من مجالس الحاكمة وحسب ما نحتاج من دعم من أشخاص قد يقومون بالدعم المطلوب لهذا الإجراء أو هذه التوصية الثاني لدينا توفر قاعات وعرض بالقاعة توفير جهاز عرض بالقاعة ثابت مسؤولية إدارة البرنامج وإدارة الدعم المطلوب من إدارة الكلية وممكن أن نربطها بإدارة الكلية بحكم أنها مسؤولية عن تقديم الدعم للمرافق والتجهيزة التنوع في استراتيجية التدريس مثلا الإجراء المقترح هو تغيير استراتيجية التدريس المقرر بتطبيق استراتيجية الفصل المقلوب ممكن أن تكون بعض التغييرات لا يتم تغيير جميع الاستراتيجيات وإنما إضافة استراتيجية معينة بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات التي لها فاعلية إيجابية في نتائج مخرجات التعلم للطلاب مسؤولية التنفيذ منسق المقرر الدعم المطلوب من الممكن أن يكون مسؤول البرنامج أو عمادة الجودة أو مدرس المقرر أو كذلك الفريق الأساتذة الذين يدرسون المقرر بهذا نهينا المثال الثاني فيما يتعلق بتعبئة نموذج تقرير المقرر وهذه من أكثر المشاكل شيوعا لدى الأساتذة الذين يقومون بتعبئة تقرير المقرر وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار نرجو منكم التواصل مع عمادة الجودة والتطوير وشاكرين لكم حسن السماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا